مصطفى زي ما كنت بقول المسألة الناحيتك هتبقى جيلك ده من ناحية ومن ناحية تانية انت جاي من اعمق اعمق فن شديد الكلاسيكية شديد الرقي فهتبقى رؤيتك عاملة ازاي وتوقعاتك وتصوراتك لمهرجان القاهرة للدراما النسخة الاولى اللي هتطلع ومبايد ده رئيس المهرجان دكتور يحي يعني مفيش لا هو طبعا دكتور اشرف بس قبل اي حاجة بيدينا دفعة للشباب عمتا يعني واقف جنبنا بشكل مش طبيعي يعني حاسينه اب واخ وصديق في كل وقت فدايما بنتعلم منه بصراحة واننا نبقى عضو مجلس في نقابة المهن التمثيلية ده بالنسبة لي شرف كبير جدا فدايما دكتور اشرف بيطلع بالمفاجآت في المجلس فقرر فجأة فكرة المهرجان فاحنا كل اه طبعا يعني احنا كانت فكرة برضو ان مفيش مهرجان للدراما تعامل خالص فاحنا بالنسبة لنا احنا هيبقى لينا نظرة ان احنا عايزين نكبر المهرجان هو لسه الدورة الزيرو كنا عايزين يعني كنا هنبدأ من السيزن الجاي بس لا هو الدكتور عشان بستعجل دايما طول الوقت فعايز لا نبدأ من رمضان اللي فات يعني رمضان مسلسلة رمضان اللي فات هندخلها في امام لجان التحكيم بالزبط حلو فاللي جاي بقى ان شاء الله النظرة اللي على بعد محتاجين نكبر المهرجان يبقى للوطن العربي ايوة هنا بقى الوطن هنا الهدف ان احنا نكبره وكمان مش الوطن العربي بس لا احنا ممكن يبقى فيه من اسبانيا مثلا ضيف شرف يعني يبقى فيه كذا كذا اوبشن نفكر فيه ان احنا نوسع بدايرة المهرجان فده بالنسبة لي طبعا يعني او بالنسبة لنا كلجنة او مع دكتور اشرف فده بالنسبة لنا ادنا يعني دفع ان احنا نعلي سقف التفكير شوية ان احنا نوسع فكرنا شوية لان يعني احنا برضو التاريخ بتاعنا احنا المال والبنون رقفة الهجان يعني طبعا احنا فيه جيل ممكن يكون ما يعرفش ده يعني ممكن دلوقتي بس انا من الجيل ان انا يعني انا جيل يعني شفت رقفة الهجان كنت بحبه جدا يعني كنت بفرج عليه كيف سمع يا مصطفى لازم اه اقول 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 يا مصطفى انا 34 يعني من شوية كان فيه حقبة زبنية انا مكنتش فيها اصلا مكنتش طولت المسلسات اللي انت قتلك المسلسات عظيمة بس انا الجيل بقى اللي كان بشوك المسلسات الاب يد واسود اه لا انا مكنتش موجود من شوية كان قبل الفصل كان فيه احنا بنتكلم في ستينات وسبعينات انا الحقيقية تأخل الاب يد واسود اول الملون اه لا انا مكنتش موجود اصلا فده بالنسبة لي طبعاً وبالنسبة لزملائنا حاجة كبيرة وما زلت طبعاً بتعلم من دكتور أشرف يعني نفسي أتعلم منامش زيه الزهر بتوعب ليه دول ما بتتكلم مش كتير بقى احنا معولين عليه شيء ها رجل بتاع أداء مش بقى لا لا خالص خالص بنتكلم كتير والله بس أول فكرة لا بنتكلم